التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدر وزي ما قلت لحضراتكم خلال ساعات ستنطلق هذه المواجهة مواجهة الحس هنرجع نتكلم مع حضراتكم ونقول نفس الكلام اللي كنا بنقوله من أسبوع أو قبل بداية المباراة السابقة يوم الجمعة اللي فاتت قلت لحضراتكم أن هذه المباراة ليست مواجهة سهلة هناك فروق فنية واضحة جدا لصالح النادي الأهلي ولكن في النهاية كرة القدم لازم أقول لحضراتكم كل هذه الأمور لأنه في الملعب الأمور بتبقى مختلفة في الملعب لا أحد ينظر إلى الفروق الفنية في الملعب الموضوع بيتحسم بمواجهات فردية جوه الملعب ومواجهات تكتيكية من خارج الملعب من خلال الاتنين مديرين فنيين وفي نفس الوقت بعد نهاية المباراة الملعب بيحسب نتيجة المباراة لا أحد ينظر أن ده النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير والكلام ده كله لا الملعب الحضاشر اللي بنعب ضد الحضاشر كيف يستطيع كولر أن يفوز على المدير الفني لنادي سيمبل تنزاني في هذه المواجهة الصعبة مرة تانية بقول نام واجهة صعبة على الرغم من الفروق الفردية والفروق الفنية الواضحة جدا ما بين النادي الأهلي وهذا الفريق إن شاء الله بكرا نستطيع أن نحسم التأهل إلى نصف النهائي لهذه النسخة النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي بعدما تعادل النادي الأهلي ذهابا في تنزانيا مع سيمبا على أرضه ووسط جامهيره بنتيجة إيجابية 2-2 ما عرفش ليه الناس بتتكلم تقولك النتيجة دي مش كويسة هذه النتيجة من وجهة نظري نتيجة جيدة لأنه من الملاعب اللي لم يفوز فيها النادي الأهلي أو دايما كنا بنتغلب في هذا الملعب إن أنت تلعب وتلعب بهذا الشكل على الأقل في الشوت الأول أعتقد إن هي نتيجة جيدة جدا عندنا مجموعة اللعيبة اللي موجودة بكرة إن شاء الله الساعة 5 على أستاذ القاهرة حتقام المباراة الثانية مباراة الإياب فعندنا مجموعة اللعيبة اللي موجودة إن شاء الله تستطيع أن تفوز على هذا الفريق هذا الفريق المكتهد هذا الفريق الجيد النادي الأهلي بيسعى لكتاب التاريخ جديد لهذه البطولة وفي هذه البطولة بالمناسبة